اشتركوا في القناة ومع ان هذا النمو اللي انتشل مئات الملايين من الفقر الا ان الناتج بالمحصلة انتج معادلة بيئية منقوصة بحيث جاءت تحقيق هاي المكاسب على حساب البيئة بكلف باهظة جدا فالتزايد اللي صار في استهلاك الموارد الطبيعية والعضرار بها ادى الى تفاقم حالة الشح المتنامي في المياه العذبة والاراضي الخصبة واستنفاذ التنوع الاحيائي وتغيير المناخ وهالشي تجاوز المستويات المسموح بيها ربما حتى المستويات اللي تسمح معالجتها معادلة منقوصة وضع معالمها العالم ككل فتخيلوا ان العالم كله اليوم يعاني من وضع بيئي مضطرب احتباس حراري تغيير مناخي وما الى ذلك من تهديدات والسؤال هنا ماذا عن العراق؟ هذا البلد اللي عانى الكثير من ويلات الحروب وشح المياه وانحسار المسطحات المائية والطاقة الكهربائية اللي تنتج السموم بالمولدات الاهلية قبل ما تنتج الطاقة هذا الموضوع رح يجيبنا عليه الأستاذ الدكتور جاسم الفلاحي وزير البيئة وكاله لكن بعد ما شف هذا التقرير وارجع لكم